بداية أستاذ حيدر كيف تنظر لأعضاء المبادرة الوطنية لرئيس الوزراء نعم هو طبعا المبادرة احتوت على 71 شخصية من مختلف المكونات وألوان الطيف السياسي بمجرد ما تم إعلانة أعلن عدد منهم اعتذاروا عن المشاركة فيها منهم مني أركم الناوي حاكم يغليم دارفور وطرح سبب غريب بعض الشيء سبب اعتذاروا أيضا اعتذر الناظر تيريك والناظر دقلل أعتقد وربما آخرين في الطريق عنه المهم أنه هو انتقادات كبيرة جدا وجهت لهذه الآلية عبر شخصة باعتبار أن الأشخاص الذين تم اختيارهم لهذه الآلية هم جزء من الأزمة ولن يكونوا بأي حال من الأحوال جزء من الحل ووجهت إليها انتقادات وحمدوك ذكر بنفسه أنه تابع كل ما وجه من انتقادات طيب لماذا تم توجيه الانتقادات ولماذا اعتذر الذين ذكرتهم يعني فرايك وهو طبعا كله معتذر له سببه سببه ليخصه منهم من ناوي قال إنه المسألة دي وراها المستشار السياسي لرئيس الوزراء ياسر عرمان ويبدو إنه هو على خلافات شخصية مع ياسر عرمان ولهذا لم يشاء أن يكون جزءا من مبادرة وراءها ومهندسه هو ياسر عرمان وهذا سبب غريب جدا يعني مسأل تشخيص شخصا للمسألة الناظر التريك بيفتكر إنه هم عنده خصوم ومختلف معاهم من مسار الشرق ممثلين في هذه الآلية ولن يجلس معهم مع هؤلاء الخصوم هناك شخصيات تمثل مسار الشرق أيضا تم تضمينهم في هذه الآلية وهكذا أيضا قال ناظر دقلل ناظر البني عامر قال إنه هم مهمشين ويعني لم يتم منحهم أي منصب خاصة وهو يشير إلى غضية الوالي ياسر صالح عمار يعني الذي يوجه باعتراضات عند تعيينه واليا على كسلة باعتراضات قوية جدا منعته حتى من الوصول إلى كسلة وتسلم المنصب وهكذا يعني تعددت الأسباب برفض أو الاعتذار عن المشاركة في الآلية نعم طيب أستاذ حيدر يعني لجان المقاومة في هذا الخبر مطلب واضح جدا يتحدث عن عدد من القضايا هل تتوقع استجابة رئيس الوزراء لمطلب لجان المقاومة والله شوفي أنا أفتكر إنه مطلب موضوعي ومنطقي جدا ومشروع جدا الذي جاء في هذا الخبر بأنهم هما يعني جيش الواحد والقضاء العادل والخدمة الديمترافية نعم هذه مطالب مشروع ومطالب موضوعية ومنطقية بل هي مطلب الساعة من كل القصاص للشهداء نعم وقبل ذلك موضوع إنه يعني ملاحظاتهم على على الآلية آلية مبادرة حمدوك هم طالبوا بأنه يبعدوا يعني كل من له علاقة بالنظام البائد من هذه الآلية وهم لن يسمحوا بالتعامل معهم وأفتكر إنه برضو ده أيضا مطلب مشروع ومنطقي جدا حتى بالنسبة لحمدوك نفسه حمدوك نفسه أقال والي للقضارف باعتبار إنه كانت له صلة بالنظام البائد ولهذا من باب أولى أن يكون هو أول من يطبق ذلك حتى في الآلية التي حددها هو أو ربما بمعاونة مشاوره طيب من هم يعني الذين لهم علاقة بالنظام البائد في الآلية أنا حتى الآن يعني لم أطلع على كامل الأسماء من غير بعض الأسماء فأعتقد إنه مثلا يقال إنه ناظر تيريك معروف بانتماؤه للحركة الإسلامية ويعني انتماؤه للمؤتمر الوطني وربما آخرين أنا لا أطلع لكن في نفس هذا الاتجاه يعني أستحضر تصريح له وللقضارف المقال ونفسه يعني رغم أنه تصريحه جبعد الإقالة قال فيه أنه يعني كل قادة الفترة الانتقالية شاركوا المؤتمر الوطني بشكل أو آخر يعني وربما يشير آخرين إلى عدد من المشاركات التي تمت حتى في المجلس الوطني يعني عندما تم عقد بعض الاتفاقيات وبعض الاتفاقيات السابقة مع المعارضة في فترات سابقة هناك بعض الأفراد من أحزاب كانت معارضة وقتها يعني تم اتعابهم في البرلمان يعني كانوا تمتعوا بعضوية البرلمان ربما يشير البعض إلى هذه أيضا باعتبار أنه كانت هناك مشاركات لهذه الأحزاب الآن الموجودة على سدة السلطة أو موجودة من ضمن قوة السورة كانت لها مشاركات مع النظام البعض طيب أستاذ حيدر هل تتفق مع تصريح والي القضارف؟ هو طبعا الصحيح أنه يعني إذا وضعنا معايير محددة لمسألة من الذي يتم استبعاده الآن بسبب مشاركته أيا كان شكل هذه المشاركة أنا أعتقد أنه كلامه صحيحه ستطال الكثيرين يعني شبهة المشاركة مع النظام البعض ترجمة نانسي قنقر